أزمة التحقيق في منطقة دار النعيم بالعاصمة نواكشوت والتي سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام واكتزت ساحة مسجد بن عباس في نواكشوت بالمئات من سكان المدينة للصلاة على الضحية الذي أصارت قضية وفاته تضامنا كبيرا من المجتمع بكل شرائحه كما لقت تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بضرورة تقديم الجنية بسرعة إلى العدالة وشهد محيط مستشفى الشيخ زايد منذ ساعات الصباح الأولى إجراءات أمنية مشددة فقد طوقت سيارات من شرطة مكافحة الشغب بمحيط المستشفى أمام تجمهر عشرات المواطنين في انتظار نقل جسد الناشط القتيل وبدأت القصة ليلة الخميس الماضي بمركز شرطة دار النعيم بنواكشوت بعد اقتياد السوفي المعروف باسم السوفي ولدشين من طرف عناصر شرطة من منزله قبل إعلان وفاته في الليلة ذاتها بمستشفى الشيخ زايد وقال شقيقه اختار ولدشين أنه لحق السوفي إلى المفوضية ومنع من لقائه قبل أن يتفاجأ بخبر وفاته بعد نحو ساعة وانتشرت صور له من المستشفى تظهر كدمات في معصميه ونزيفا دمويا ما أصار ضجة كبيرة وغضبا في الرأي العام وفي صبيحة اليوم الموالي تداولت وسائل الإعلام المحلية القصة وظهر أفراد من عائلته يطالبون بالكشف عن ملابسات القضية ومع ضغط التواصل الاجتماع أصدرت إدارة الأمن الوطني بيانا أرجعت فيه أسباب نقله إلى المستشفى لوعكة صحية مشيرة لأنها ستفتح تحقيقا قضائيا بشأن الأمر في بيان إدارة الأمن غضب الشارع الموريتاني مطالبا بتدخل الرئيس من أجل محاسبة المسؤولين وفي اليوم ذاته أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته لوزير الصحة بقطع إجازته للإشراف على تشكيل فريق لتشريح جسمان السوفي بحضور بعض زوية وتحت إشراف الإدعاء العام ومن ثم إطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق كما أرسل الرئيس ولد الشيخ الغزواني وفدا حكوميا إلى عائلة الراحل لتقديم واجب العزاء وفي اليوم الموالي استيقظ محيط المفوضية التي توفي بها الصوفي على احتجاجات شارك فيها العديد من المواطنين قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وأصيب خلال أحداث الشغب عدد من المواطنين وبعض الإعلاميين وعنصر الأمن إن لله وإن إليه رجعون بشكركم على حسن استماعكم فضلا تسأل إعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والسلام عليكم